السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت بالعزيمة نفسها يستمر الحجد الشعبي بتطهير مدينة بيجي من فلول عناصر تنظيم داعش ويتقدم بالتعاون مع الجيش العراقي وأبناء العشائر لتحرير مصفات بيجي وإعادتها إلى سلطة الدولة وفي المقلب الآخر حشدت أنبار العراق أبنائها وتصدت مع الجيش لهجوم شنه داعش على مدينة الكرمة شرقي الرمادي وأعلنت أنها ستكون إلى جانب القوات المشتركة في حرب تحرير العراق ودعت أبواق التحريد إلى الكف عن إطلاق الشائعات التي تستهدف الحجد الشعبي وهي شائعات ضحضها رئيس الوزراء العراقية الذي حل ضيفا على قمة السبع الكبارة وطلبهم بتسليح القوات العراقية ورحب بأي جهد دولي لمحاربة داعش مؤكدا أن العراق سينتصر في هذه الحرب وهو رأي أكده الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي عبر فيه عن اعتقاده بطول عمر الحرب لسنوات إضافية وحصول نكسات فيها والأهم في تصريحات أوباما أنه تمسك بإقرار قانون الحرس الوطني وتشكيل قوات أمنية من أبناء المحافظات لتقوم بالدفاع عن مناطقها ووعد أوباما العبادي بتسليح وتدريب هذه القوات وعاد أوباما وأكد مجددا على دور سنة العراق في محاربة داعش ترجمة نانسي قنقر